والكشف والتحاليل والحجز بجد؟ بجنيه ممكن نسأل نسأل إيه اللي دفعه كامل بيقوله مرة تانية 16-0-23 16-0-23 16-0-23 طيب دي بقاتي أنا عايزة أعرف حاجة لأنا أنا سمعت قبل كده إن المدمن بيبقى عنده استعداد أصلا من البداية خالص إن هو يدمن أي حاجة يدمن شغله يدمن وحدة يحبها يدمن أبوه يحبه زيادة عن اللزوم يعني بيبقى أصلا عنده الإدمان إن هو ممكن يدمن أي حاجة مش شرط المخدرات فهو حسب بقى اللي بيجي في سكته دي معلومة طبية أنا كنت قارتها زمان وكان فيه الدكتور قال لي عليها فعايزة أتأكد منك في المعلومة دي بصي دي حاجة اسمها الميل النفسي القصة لأ مفيش ربنا ما بيظلمش حد وما بيخلقش إنسان مدمن إنسان ما قبل التعاطي الفكرة كلها الميل النفسي إنه الإنسان ممكن كلنا عندنا عيوب شخصية مفيش حد خالي من العيوب دي ممكن حد يكون عنده الخجل اجتماعي ما بيعرفش يتعرف على الناس بسهولة جدا حد تاني قدراته الجسدية في العمل ما تخليهش يعمل أعمال شديدة لكن ينفع يعمل أعمال مكتبية أو العكس كل عيب من العيوب دي إذا حد بقى عنده ميل نفسي والميل النفسي خدي بالك من أهم أسبابه الثقافة اللي دايرة في المجتمع يعني قاعد أنا وإنتي ونقعد في قاعدة كده ونبدأ نتكلم على مازاية رامدول في إنه قديها يخليني حد بشتغل بدل ست ساعات أشتغل اتناشر ساعة فهبدأ أنا نفسيا أحب المسألة دا قبل التعاطي وقبل شيء يصادف دا أنا عندي مشكلة فعليا في العلاقة عندي مشكلة فعليا في العمل فابدأ أقول أجرب فيه نقطة مهمة أوي إنه مفيش حد على الإطلاق لما جاي ياخد مخدرات قال أنا هابقى مدمن لكن يبدأ تو بيقوله هجرب الأول أنا هجرب أنا عايز بس أوي بدأ مش عارف إنه مخدرات زي كريم هو ما فيش حد بيقوله إنه دي مخدرات من اللي بيطعطوها في البداية لكن هو بيقول إيه أنا هاخد باورات حتى كبير لكنه بيقوله أنا هاخد باور هاخد منشط هاخد حاجة تعمللي مزاج هاخد حاجة تحسنلي عيبي يبقى اللي بنياخد حاجة بياخد عشان يحسن ميزة عنده الكارسف إيه إنه إحنا ربنا خلقنا كجسم عندنا كل المميزات حتى لو عندنا عيب ينفع يتصلح إذا كان يتصلح طبيا أو إنه بالممارسات الحياتية يتصلح يعني لو عندي خجل اجتماعي ممكن الشخص ده نتيجة إنه بيمارس رياضة جماعية أو بيقعد في أندية أو بيقعد مع أشخاص تانين تتحسن المسألة معي طيب أنا لو خدت ترامدول حقيقي لما باخد ترامدول بتتحسن السماد دي في البداية في إيه في البداية نتيجة إنه الجسم دخلت عليه مادة غريبة المادة دي يدليها تأثيراتها الشديدة قوي الترامدول الأصلي أو السليم هو مسكن قوي للألام اشتغر على الجهاز العصبي هو بيتاخد في الغالب علشان الحزام الناري أو علشان الكنسر للأصلي لكن دلوقتي فيه مضروب في السوق كتير اللي هو بيجي من الصين وبيجي من الهند بالزبط وبيبق عليه مواد متضربة التأثير إزاي بقى إيه يا المواد دي؟ هو مسكن ممكن يكون عليه أنفتة من الأنفتة من المنشط فمسكن مع منشط يخلق عندنا المشاكل اللي بنشوفها في البقر الصراعية في الأمراض النفسية شديدة الوضوح يعني يبقى حد يصرع الصرع والإضطرابات النفسية والمرض النفسي والفشل الكلوي الفشل الكلوي والكبي دي وتساقط والأسنان الجهاز العظمي بالكامل بيبدأ يتلف إيه السمات اللي بشوفها لمتعاطي الترامدول؟ أول ما شوفه كده شوف عليه إيه؟ طيب هي دي نقطة مهمة أولا هي أعراض البرد الشديدة أعراض البرد الشديدة جدا ممكن نشوفها عليه لكن هنشوف عليه أولا عصبية زائدة جدا حضرتك تقدر تربطي ده بمعدلات الجرائم اللي منتشر قوي وجرائم غريبة بيكلم بسرعة بيكلم كتير مش عارف يوقف الكلام تمام تمام دي ليه علاقات لايه ده يعني مرتبط كمان مع الهروين نفس الأعراض دي ده لكن الجرائم إنه ممكن يقتل واحد علشان مثلا مجرد إنه شاتمه أو إنه ليه خمسة جنيه أو عشرة جنيه عنده فيقتله فعليا دي أعراض تعاطي ترامدول العصبية الشديدة أو إنه يبقى عنده إحساس بال أولا الترابات النفسية بتبقى واضحة جدا إحساس بتقليل المشاكل الكبيرة جدا بيهتمش بيها لكن المشاكل الصغيرة هي اللي يبدأ عليها عليها وضوح أهم سمة من السمات إنه بينام طول الليل طول النهار ويبدأ اليوم بتاعه يبدأ بالليل حياته يكون لها بالليل السرقة أو الكذب أو عدم الاهتمام بالإنفعالات اللي حواليه إجباع الرغبة في أي شيء يعني أنا عايز دلوقتي شيء بفعله على طول حتى لو البيئة مش ملأمة عشان كده ممكن يحصل خطف واغتصاب وسرقة وقتل وكل الجرام لأن الدماغهم مش فيه مصصهم مش مركزين لا مفيش عقل يحكمه أو مفيش فرامل تقوله اعمل ده دلوقتي أو ما تعملش ده فممكن يعمل أي شيء حتى في وجود السلطة يعني ممكن يبقى قدام الشرطة أو أيحد فيه لا مبالاة ده تعاطي ترامدول بس خد يبالك إن الشخص ده ما خدش أول يوم حباية واثنين وثلاثة لأ ده كان شخص عادي جدا ابتدى بربع حباية عشان يسكن ألم أو عشان يزود قدرة طب على فكرة فيه ناس كتير جدا بتكلمنا في الكنترول روم وبتاخد الرقم بتاع الخط الساخن وبيسأله عليه وانا عايز أقوله تاني 16-0-23 ده صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مجانا ده رقمه بتتصله بتصفعه جنيه واحد بس وبتاخده كل العلاج المجنيه مش في المكالمة 16-0-23 16-0-23 طب فيه أي مكالمة معي فيه ناس عايزة تدخل تكلم أستاذ أحمد ألو أستاذ أحمد ألو طب معلش حاول تكلمنا مرة تانية هو كان عايز برضه تقريبا هو بيتعطل ترامدول وكان عايز يواجه لك شوية أسئلة طب كريم عايز أرجع لك تاني حاولت ترمي اللوم على ممتك انها سطرة دية كانت مشغولة عنها الفترة دي هي مش كانت مشغولة عني هي أنا اللي كنت شغل نفسي بحاجات تانية يعني هي بالنسبة لي كان فترة كبيرة جدا بقى داخل البيت مثلا أنا محمرة ومسقط ومش قادر أتكلم كانتش حاسة أن فيه حاجة غريبة عليك حاسة كجهود بس مش ما كانش فيه ثقافة علاجية في الفترة ديت لأي حد انهو يعرف متوقعتش ان انت ممكن تكون بعدك 9 سنين وبتخل 10 سنين 11 سنة انهو يكون بياخد مادة مخدرة أو أصلا ممكن يكون بيعرف صحاب سوء طيب أنا معلش هقطعك عشان لازم حالة نطلع بريك وهنرجع نكمل كلامنا مرة تانية نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية